ومن خلال فقرتنا بنتكلم عن موضوع مهم جداً وهو اكتساب اللغة عند الأطفال وأنا بيساعد نكون بفتي للعزيزة نهاردة وأستاذ شامي عبدالعاطي أخصائي التربية الخاصة أهلا بيك ومنوراني أهلا بحضورك خلينا البداية نتكلم عن أنواع اللغة هي اللغة فعلاً أنواع؟ أه طبعاً هي فيها أنواع كتير يعني بس هي هو أهم حاجة طبعاً في اللغة في اللغة تعبيرية واللغة السكبرية تمام فالتعبير اللي أنا ايه؟ بعبر والاستقبال أنا بستقبل تمام فالتعبير ده مش لازم يبقى كلام على فكرة يعني ممكن يبقى إشارة إماءة مثلا أنا عند حضرتك فيه طفل عنده شعرين تيجي تديره باورينج لك ويتناسب السن اللي هو موجودة فيه تمام يعني بتبقى الإشارة أو الإماءة مثلا مختلفة يعني طفل مثلا عنده شعرين غير مثلا طفل عنده سنة بيقولك كلمة يبدأ يقدر يقولك لا أو شاكل أو كده بس هو الفكرة صوت إماءة تلميح إشارة كل ذلك تعتبر لغة بس اللغة حسب السن حسب الطفل المفروض أنت بتفهمي فهي دي لغة وصل لك أو الكلام لو أعزوا لي وصل لك أي أن كان ده اللغة التعبير استقبلها بقى إن اللي بيجيني اللي هو كلام ماما كلام بابا جدو تليفزيون صوت عربية أنا بستقبل أي حاجة بستقبل وخلاص فهي دي اللغتين اللي احنا كلنا أي أن كان طفل بيبي عنده يوم حد كبير بردين الصحة مئة سنة سبتين من أي حاجة طب اكتساب اللغة يعني حتى سواء حركية أو تعبيرية أو كلامية بيتم على على مراحل اه يعني التفل مثلا أول حاجة مثلا التفل يدوب عنده يعني هو مولود لازم يسرس تماما فدي صوت أنا 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 في الدنيا أنا موجود أنا جيت تنورتكم بعض كيف يبدل يناغي أغا 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 داد 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 وتفضل تتطور لغاية ما ماما وشطرتها يعني فيه في جزء مكتسب من التفل نفسه ويطلع أوتوماتيك وفيه تفل يتجهي مامتول لقا درا غايز يدي مامتول داد SOINT The North يتحدث إلى النرا would يكون فدا لبايory the povol engineering فإن بيقا نفسه ف Mount Money السابق في إتصاب اللغة مع التفل ففيه تفل يتجهي، لا مثلا أول مالك داد ماما وستأخذت تفضل علي ماما وجود عام واحد فيتاد يطلع مقاطع فعل سنة wheels so final يقول كلمة. المفروض هو الترتيب الطبيعي أنه مثلا على السنة يقول كلمة واحدة حتى لو هي مش واضحة يعني بيا بيب بابا ماما على السنتين يقول كلمتين حتى لو هم مش 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 يعني مش واضحين قوي. فيهم حاسة فيهم إبدال فيهم حاجات كده اللي هي بتاعت الكلام يعني. بس برضو يقول كي يعني بابا بح ماما ماما عربية بيب مش يعني هو صوتين وارتبطين ببعض على التلات السنتين يقول جملة كاملة. ويقول جملة واضحة جملة أنا عاوز آكل. وهو ده الترتيب بس السنة والسنتين مش بنفرق قوي في إنه هو يقول الجملة مظبوطة لأنه ما خارج الكلام الأحبال الصوتية الأسنان لسا ما طلعت الأسنان لها مهم جدا كلمات مهمة جدا. زي طفل لو هم طلع سنة ومقدام بتلاقيه بيبدل مثلا بتلاقي السنان الكلمة طلعت مش مظبوطة أس مش عقا كده يعني. فهو الفكرة في الترتيب مش مشكلة هو بيقول إيه أنا حسب الطفل على التلات السنين ولو هو يقول جملة كاملة. لكن لو طفل مثلا عنده سنة بيقولش كلمة بابا ماما لا ده يبقى في أنا بتدي خلي بالي في إيه. طفل سنتين مثلا بيقول لك لأ يا دوب قال بابا صريحة ماما صريحة قال عربية بس المفروض ان هو يقول كلمتين مع بعض. فهو يبدأ في تكوين كلام مفيد أو موجه يعني 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 يربط كلمة بكلمة تمام. لكن هذا ليس بس اللغة ده احنا بنتكلم عن قليات عقله. فهو لو أنا طفل مثلا شايفه كده قدامي مش بيقول الاستوتين مع بعض. يبقى أنا أرجع خطوة الوراء واشوف في إيه في البيئة عندي. هو اللي عامل للدروب ده. تأصير جاي من هنا. فأنا مثلا شايفة طفل قدامي بيعمل كده. وانا مكنتش بركزة معا مثلا. لا يبقى أنا إيه؟ ستوب واشوف في إيه. ماشي. لا مثلا طفل تلس سنين يتوب يقول يا ماما بي يا ماما بي. لا يبقى برضو إيه؟ أنا محتاجي أن نتدخل. طفل تلس سنين يقول جملة متكاملة متربطة. كلمها واضح. موجه كلام وماما عينه في عينها. عايز حاجة معينة يعرف يعبر. التعبير مهم جدا طبعا. طبعا. طيب هل الحماية الزايدة ممكن يعني تلعب دور إيجابي ولا سلبي. في كتسب اللغة. سلبي طبعا. هو هو لازم يكون في حماية طبعا أكيد. بس فكرة مثلا. يعني ماما بتديله على طول الأكل. مهتما بمثلا أم مهتمة أو بالفيتامينات. ما تقوله كل. هو مثلا مش بدي له فرصة اختيار. المفروض أنا مثلا عند السنة مثلا. أبتدي التفل شخصيته بتنمو شوي. فأنا مثلا أني أنامي شخصيته هنميها مثلا. أول حاجة أن يعلمه أن يختار. تاكل دولة ده. تشرب لما بساندويتش. التفل حلو سنة بتلاقي له. والتفل الحمد لله ربنا يعافيه لأولادنا. بيتحرك وابتدى يمشي وكده. فهو لا بيروح يجيب الحاجة. تاكل دولة ده. فهو بيشاور. مثلا أني كنت كمان برضو إيه. يجي حد يسأله اسمك إيه. اسمه عمر. مش بدي له فرصة من يرد. فدي برضو متأخر كمان شخصيته. يعني أنت مثلا. ماما بتتكلم. حد بيسأل. ماما اللي بترد. ماما اللي عايش الحياة يعني. ماما بتدي له اللعبة هو اللي يلعب. لا يلعب دي. ففيه طفل مسالم. فيه أطفال أصلا ماراتهم قليلة. بتلاقي هو اتكالي بقى. عارفة. واحد الكبير ده هو اتكالي بقى. أنا معتمل على ماما. بيكبر دماغه. وفيه طفل لأ أنا بفضل أصوت. بفضل أعافر. وأنا عايز وش عارفة ايو كده. بتلاقي دايما فيه مشهد. فلا المفروض إنه هو مثلا. برضو فيه أمهات بتخاف على ولادها قوي. الحماية ازاي ده. ما بسيبوش ياخد تجربة. كل شو قوع. حاسب. لا الولاد بيلعبوا أحسن يتعور. طبعا اللعب ده مع الولاد بمحتاجين. يكسبوا خبرة. يكسبوا خبرة. ينتظر دور. يتعلم السلوكيات. يتعلم مثلا. أنه هو يفقد ياخد قرار. يتحرك. الولاد بيتكلموا كلام. فهو يكتسب منهم الكلام مثلا. لكن أنا أقول إنه لا ينعبش حسن يتعور. لا ينعبش حسن يتعور. لا ينعبش حسن يتعور. لا ينعبش حسن يتعور. طبعا هو هيش هيشوف أقران. ومش هيعرف في التعام. هو كده ما بيكتسب شغل من حضرتك. ولو مع التلفزيون أو بابا وكبار. في أطفال كبان كتيرا بيلاقوا الناس حرفها. طفل صغير وشايف قدام بابا وماما. دايينة صرار في الشقة. طبعا يعني مازال الحديث بقية وخصوصا دور التكنولوجيا. أنا بتمنى نتقابل على خير المرة الجاية. أستاذ شايمة عبدالعاطي أخصائي التربية الخاصة. يكون لنا لقاء تاني ونتكلم فيه بطريقة يعني موسعة أكتر. بشكرك شكرا نزيلا. ومشاهدينا بكده احنا وصلنا لإنهاية القناة مع حضراتك. بشكركم واتمنى قابلكم على خير الحلقة الجاية. ألاقيكم في أتم صحة وأحسن حال بإذن الله.